بنقدم النهاردة اكتشاف جديد عن آلهة النظافة والتعقيم والصحة هيجية قطع يونانية بيقول التاريخ من معروف أن المعقم هيجين مأخوذ من المصدر الغرقي وهو الآلهة هيجية والتي كانت هيجية ابنة إلهي الطب والعلاق إكسريبوس من زوجته أبيوني وهم من آلهة جبال البوموس باليونان طبعاً الحاجات اليونانية معرفينها كلها أنهم عندهم آلهة كتيرة المهم التاريخ بيكمل بيقول كانت هيجية تقوم بدول كانت موجودة بدول العبادة مرتبطة بولدها إلهي العلاج إكسريبيوس وكون والدها مرتبط بعلاج المرض إلا أن هيجية ارتبطت بمانع حدوث المرض الوئة الوقائية يعني أقدم المعلومات الموجودة هو أن عبادة وظهور هيجية أهلات النظافة والتعقيم كان على الأقل بالقرن السابق قبل الميلاد عندما شاء عبادتها وارتبط اسمها بالألهة أسينة كون التعقيم والنظافة من وجبات الألهة أسينة ابنة ديري كبير الألهة الأغرقية طبعا نحن نقول الصقف الله العظيم من كل الزم لا إله إلا الله والله واحد يعني لكن ده التاريخ ولكن حوالي عام 430 لغاية 438 قبل الميلاد قام رهبان مدينة ديرفي بإغلاق المدينة وإعلان أن هيجية كآلهة منفاصلة بحد ذاتها عملوا لها مكان لوحدها دون الارتباط بأسينة يعني غلقوا على المدينة خلوا أن هي في المدينة دي بالذات بدأوا يعني يعتبرها هي منفاصلة عن الألهة الكبيرة اللي هي أسينة بعد المقدمة نحن نتكلم عنها نتكلم بقى عن اكتشاف ده الجديد بعلم اسمه الناميات بهذه القطع النقدية تظهر ألهة التعقيم لأول مرة في علم الناميات على هذه الهيئة فهي تحمل أدات التعقيم على كتفها ويظهر أمامها نباتات تستخدم بعملية التعقيم وكذلك حيوان الخروف أمامها هذه القطع سكت بعهد الامبراطور سبتيميوس سيربوس ومورخها في عام 135-195 ميلادي من ضروب ضربة يعني في مدينة إيرينوبولوس والتي اتخذت من هيجيا ووالدها رمز اللي هي المدينة أغلقت على اعتبار أنها من أهلها وتعبت بحد ذاتها بعيدة عن أسينة المدينة اتخذت من هيجيا ووالدها رمز عبادة بالمدينة التي اشتهرت بوجود كثير من الأطباء الذين استخدموا المواد الطبيعية للعلاج هذه القطعة غير منشورة وغير معروفة يعني القطع دي من النوادر والأول مرة يتم الاكتشاف ده هذه القطعة كانت على يد خبير متخصص شيء بالشيء يذكر يعني هو طبعا حقه علينا لازم نقول أنه خبير متخص بالوع العمرية والمسكوكات والتاريخ القديم بالأراضي المقدسة وهو عدو مدى الحياة بالجماعية الأمريكية لخبراء المسكوكات ورقم العدوية أهو يعني عندي وعدوه كمان مدى الحياة بالجماعية خبراء أصالة المسكوكات وبرضو رقم العدوية سبعة شرط ساعة خمسة تلاتة واحد هو حقه علينا لازم نقول يعني وعدوية المسكوكات اللي هي مدى الحياة الأمريكية تلتمية وتلاتاشهر ألف ستة ومية تلاتة وخمسين هو حقه طبعا على تبار الاكتشاف دي بتاعه لازم ندي كل واحد حقه قديمنا القطعة دي وارب تستمتعوا بيها وشوفوها كويس وطبعا أقول لكم يا رب تلاقوها يا رب تلاقوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته